السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ندر مع بعضنا وصفة القلب اللوز الناجحة بدون تعقيدات نحن في الشارق نقول لها الهريسة وكان في الوسط ولمناطق لخرى يقول لها القلب اللوز بس كو يحطوا في النص بين الطبقات يحطوا اللوز ما لها هنا انا رجبت ندرها لكم بلا لوز للامانة هذه الوصفة رهي منقولة دو نقول لكم انا وش نغير فاها الوصفة هدي شوفوا هي الوصفة اللي نقلتها فاها كاس ونصف سكر انا ما نحطش كاس ونصف سكر قبل نحط غير كاس بارك تاع سكر قلت والله هنجربها كما يديرو هما حطوا كاس ونصف تاع السكر وحطوا معاهم ثلاثة كيسان تاع الماء ويترانش هكا تاع قارز وتحطها تغلي في الجاز حتى نشتيكي ما تغلي تحسب لها عشرة دقائق وتطفي عليها وتحطي لها اربعة كاس تاع المزهر هذه الشربات نديروها هي الولا بان خليوها يتبرد وشوفوا التشيشة كانت اللي قولوا له التشيشة ولي هو الدقيق الخشين لاحرش خلاس راهو خلاخ لاحرش خلاه هكم شوفتوا كيف ماء نحط منه ثلاثة كيسان هكم شوفوا فيه الكاس جدماه ثلاثة كيسان تاع الدقيق ونحط معاهم الكاس ونصف من نفس الكاس بعد كاس ونصف تاع السكر هو انا نحط غير كاس كاس في الشربات وكاس في العجينة يعني يكون دردها كيما ماء الفاخير هدية جتني هكا شوي حلوة بالنسبة للناس اللي ميحبوش هدي كل حلاوة اللي تجهم تحط غير كاس انا يكون ماء الفان ديرها بس ندير غير كاس برك من بعد قلت سنا نجرب كيما يديروها هوما كاس ونصف والحق يعني يكون درد كاس كيما ماء الفاخير مرة جاي انا عودها لكم بالطريقة تغيانا خير اللي هي كاس برك سكر ولا دي تشوف الفيديو حطي غير كاس برك تاع السكر في الشربات وفي العبات قلنا حطينا ثلاثة كيسان هنا ثلاثة كيسان تاع دقيق لحرش معاهم كاس اونس تاع السكر وحطينا وحطينا على رس المغرف خميرة تاع القوت على رس المغرف نخلطهم نحط اكوتي نروح نجيب نحط نصف كاس تاع البن ونصف كاس تاع المزهر ونصف كاس تاع الزيت نص 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 ونص وبنفس الكاسة الكاس اللي عبرنا به السكر والكاس اللي عبرنا به الدقيق نعبروا بهم البن والزيت ومزهر نخلطهم مليح ونحطهم الخليطانة هادك تاع الدقيق وراح يجيك العجينة كد قد حطيك مكاكة وما تخافيش نقود ونخلط في هكا بالمغرف كتحسها هكا مقدرتيش تمشي المغرف اضعوا بيدك سوف يدخل هادك البرن مع الزيت مع المزهر يدخل لكم مليح في الدقيق نبعدوا هكا خلطوا مليح ومش هي تعجنوه هكم تشوفوا فيها غير المدئة ندير بصوابع يبارك خلطوا غير بصوابعكم كل القلب اللوز او الهريسة لا تتعجنش جوز تتلمي بركة دقيق وهي العجينة كيف مهجيكم شوفوا كيف مهجيكم مترايا مترايا اخلاق اما جيش يابس اروح نجيب البلاتية البلاتية حاطت فيها نهاو صغير دهنتوا بالزبدة والسرة المحلات اللي يجيهم ملتحتوا في النص يجيهم شوية كشغل بالبني ويجيكم معسل ويجيكم هكا كشغل الكولار هداك بني مارا رهم يحطوا الكاكاو الكاكاو تحطي تفرشي هكا طبقة خفيفة بركة كاكاو وتحطي نص الكمية تلاجينة تحطيها وتعدلها من بعد لما تحطي فيها رشعة وصيطاء كاكاو كما اخبركم تباكتكم تشعروا وحتى تحطي الطبقة التي تحطيها من فوق وعرفوا كيف تعدلها وكما ترسوها وعندما تباكت بركة بيديكم لا تجعل الفراغ بين كاكاوو لا تشعر ايبان الكاكاوو لا تجعل فراغ نرى كيف يرى الفيديو سيعبر على نفسه تجعل مليح لا تجعل فراغ تجعل مليح لا تجعل مليح جزت تجعل فراغ لا تجعل فراغ تجعل فراغ تجعل خطوط لا تقوم بسكينة حتى الى تحت قلت لكم جزت تقوم بخطوط ودخلها للفر الطيب كما ترونها حمارة على الجوانب وكأنها تحرقت طفوا علىها من التحت وزيدوا وشاعلوا علىها من فوق جزت تأخذ الاحمراء لقد خرجت الامانة لقد خرجت وخلت ماما هي اللي صورت كما قلت لها ماما طفوا علىها كما طفوا علىها وشربتها بالسيرو السيرو هداكا بعد ما برد شربته كامل حطته كامل فوق الهريسة وخلتها حتين تشرب راكم تخليوا حتين تشرب كما نقوله اقل خلاص ستقصها نحن باقيد تشربوا تشربتها 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 بقاها سوف يجيكم التهبل شوفوا كيفما يجيكم عصلة هنا بعد 6 سوايا برك ويقول لك نروى مدخلها 24 ساعة ان شاء الله سيكون اعجبكم الفيديو وما تبخلونيش بجام وتعليق وما تنسوش الاشتراك سوف يوصلكم كل جديد ومع سلامة